شهد معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم في مبنى وزارة الدفاع حفلة تسليم واستلام رئاسة أركان القوات المسلحة بحضور معالي حمد محمد ثاني الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من المسؤولين وكبار قادة القوات المسلحة ووزارة الدفاع وتقدم معالي رئيس أركان القوات المسلحة بالشكر والتقدير لمعالي حمد الرميثي مستشار الشؤون العسكرية لرئيس الدولة لما قدمه خلال مسيرته الطويلة بالقوات المسلحة والتي انتدت لأكثر من خمسين عاما مؤكدا مواصلة الاستمرار في المحافظة على الكفاءة القتالية العالية والإدراك العالي لمستجدات المرحلة والجاهزية الكاملة لتنفيذ كافة المهام الموكلة لقواتنا المسلحة بكل كفاءة واحترافية وإصرار ومجددا العهد أمام الله والقيادة الرشيدة بالمحافظة على أمن واستقرار الدولة والتزاماتها العسكرية داخل الدولة وخارجها